وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمية تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 130 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط قرابة 48 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط أكثر من 82 طن أما في مجال قضايا المخابز تمضبط 718 قضية من بينها 133 قضية خبز ناقص الوزن و116 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر